انضموا لنا من بيروت ضيفنا سيد نضالة سبع كاتب والبحث والشياسي أهلنا بك سيد نضالة على شاشة الغد أولاً إحياء خط الغاز العربي بعد ما يقرب العشرة أعوام من التوقف لأي درجة يفي بالغرض في لبنان؟ يعني بداية مساء الخير يعني طبعاً اجتماع اليوم هو بارقة أمل للبنانيين أنا أعتقد أن الخط العربي هو بناء على بروتوكول واتفاقيات سابقة بين الدول الأربعة موقع منذ عام 2000 للأسف أن هذا الخط توقف بفعل الأزمة السورية ويبدو أن المنشآت النفطية وأنابيب النفط تعرضت إلى الكثير من الأضرار نتيجة هذه الحرب واعتداءات التنظيمات الإرهابية بشكل سريع أنا أعتقد أنه اجتماع عمان يعني هو بارقة أمال وهو خطوة مهمة جداً الملفت فيه هو حضور يعني السفير السوري وزير الطاقة السوري هذا مؤشر ربما يعني يكون مقدمة لخروج سوريا من عزلتها العربية طبعاً هذه للمرة الأولى سوريا ناقلة المستفيدة أشهد نظام سوريا ناقلة فقط الغاز أم مستفيدة؟ سوريا ناقلة أم ناقلة ومستفيدة بالغاز؟ سوريا ناقلة لهذا النفط وهو يمر عبر أراضيها وهي سوف يعني ربما تحصل على مواد الطاقة وربما تحصل على أموال بالتالي هي مستفيدة من هذا الأمر السؤال المهم الآن يعني لماذا الإدارة الأمريكية والسفيرة الشية أعطت الموافقة للجانب اللبناني بعد يعني عشر سنوات من الأزمة السورية كما تعلم أن يعني الإدارة الأمريكية تتشدد بالتعامل مع الحكومة السورية بلحظة يعني حدث تغير فيه الموقف الأمريكي اتصلت السفيرة الشية أبلغت الرئيس ميشيل عون موافقة الإدارة الأمريكية على التعامل مع سوريا وعلى استجرار النفط أنا باعتقادي الشخصي أن يعني هذه الجائزة التي قدمتها الإدارة الأمريكية اليوم أولا يعني هي بانتظار تشكيل الحكومة اللبنانية هي تقول للإدارة اللبنانية اذهبوا بصريحة العبارة وشكلوا حكومة لبنانية وطنية تحظى بإجماع واحترام من قبل المجتمع الدولي لأن المنشآت المفطية في لبنان بحاجة إلى تمويل واستجرار النفط واستجرار الغاز واستجرار الكهرباء بحاجة إلى تمويل من قبل البنك الدولي وصندوق النقد وبالتالي صندوق النقد لن يتعامل مع الحكومة الحالية طيب سرقت مني سؤالي لكن سأسألك بطريقة أخرى ذكرت مسألة الشبكات خطوط الأنبيب المرافق والبناء التحتية ربما تهلهلت منذ عام 2010 حيث توقف هذا المشروع وأعطيت لنا هالة ضوء أو ربما ضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لكن لم تضع لنا خط أحمر على الطائرات الإسرائيلية أليس تعقب في سماء السوري أليس تعقب أمام هذا المشروع أم لا يعني أنا باعتقادي واضح أن الإدارة الأمريكية من أجل ذلك أنا تسألت ما هذا التغيير الكبير الهائل في الموقف الأمريكي هي عمليا يعني تصادر النفط والغاز والحقول النفطية في الشمال السوري ولكن بنفس الواقع تسمح باستجرار الكهرباء والغاز عبر الأراضي السورية والأردنية ومن مصر باتجاه لبنان أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية معنية في هذه الأوقات وهي تضغط على الحكومة اللبنانية لتشكيل الحكومة عمليا هي تقول في حال أنتم شكلتم هذه الحكومة سوف نسمح لكم باستجرار النفط والغاز وأن يتحسن الوضع في لبنان ولكن طالما هناك تعنت من قبل العهد ورفض لي مبادرات تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين كما جاء في المبادرة الفرنسية فلا أعتقد أن هذا الغاز سوف يصل إلى لبنان فبالتالي أنا أعتقد أن هناك عقبات حقيقية أولا العقب الأولى هي إعادة تأهيل هذه المنشآت وهي بحاجة إلى تمويل من قبل البنك الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي وصندوق النقد لن يقدم هذه الأموال للحكومة اللبنانية الحالية فبالتالي عمليا هم يقولون للرئيس عون اذهب وشك الحكومة حتى نعطيكم هذه الأموال وبالتالي يتم تحسين الشقة الكهرباء والغاز والنفط شكرا جزيلا على كل هذه الإفادات نضالي السابع الكاتب والباحث والسياسي ضيفا كان على شاشة الغد شكرا شكرا لكم موسيقى شكرا للمشاهدة